الناس تبحث عن الطمئنينة والسعادة باختصار المشكلة في تعرفهم للسعادة يعني هو.. الولد الصغير عايزه به dengan سعيد والستة الكبيرة عايزه به dengan سعيد والاب عايز يérßي ME واليافعة أو بين قواص كم lance ترى بسعادة طيب بس هي المشكلة طب هما مدام كلهم عايزين يبقوا سعداء هما لهم يبقوا سعداء ليه طيب فأظن في يعني لو ربنا يسر والزيارات تكررت هنتكلم في داف تفصيل أكثر بس باختصار الناس تبحث عن السعادة هو السعادة صعبة أو للدرجة دي يعني؟ هي مش صعبة أوي لكنها مش سهلة لدرجة أن احنا نبقى خياليين أن احنا ممكن بكليك كده ونقرأ كده زي ما بيقوله أو كابسة وزر ممكن نبقى سعداء لا محتاجة شغل زيها زي أي حاجة في الحياة أي حاجة في الحياة محتاجة شغل بس المشكلة بقى أنه الناس محتاجة وأنا أختصر عادة بقول الناس تبحث عن دين سكر خفيف قليل التكليف الناس عايزة تخش الجنة من غير ما تشتغل عايزة تبقى سعيدة من غير عايزة تخس من غير ما تلعب رياضة والمشكلة بأننا في عصر بقى في كمية من التراكمات والمدخلات طب أنت عايز تعيش صح بس المدخلات دي بتخليك في حتة تانية أنت بتخش على سور ماركت تلاقي كمية السكر الصناعي حواليك ومش عارف ايه وانت بتستلز وعايز تاكل بس في نفس الوقت عايز تبقى سنباتيك وسكس باكس ومش عارف ايه وفي قوانين فيه سنن كونية الناس لازم تؤمن بها وتعرف أنها ممكن لو خدت فيها شوية شوية ممكن تبقى سعيدة بس محتاجة شوية شغل بس المسألة مر صعبة اشتركوا في القناة